أيها المسلمون، لقد قصدت شريعتنا الغرَّاء إلى الاجتماع والاعتلاف ونبذ التفرُّق والاختلاف قال تعالى، واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا وإننا بمناسبةٍ عقاد القمة العربية في رحاب هذه البلاد المباركة لنسأل الله أن يُحقِّق من هذا الاجتماع ثمارًا مباركة وآثارًا خيرًا في تحقيق مصالح البلاد والعباد هذا وصلُّوا وسلِّموا عباد الله على نبيِّكم استجابةً لأمر ربِّكم إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا، صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم اللهم انصُر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأذِلَّ الكفر والكافرين ودمِّر أعداء الدين واحفظ بلاد الحرمين من كل عدوٍ للإسلام والمسلمين اللهم اجعلها آمنةً مطمئنةً رخاءً وسعَة وسائر بلاد المسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والأدواء والربى والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين وعن سائر بلاد المسلمين اللهم كل إخواننا المُستضعفين والمُجاهدين في سبيلك والمُرابطين على الثُغور وحمات الحدود اللهم كلهم معينًا ونصيرًا ومؤيدًا وظهيرًا اللهم أمنَّا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفِّق وليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين ووليَّ عهده لما تحبُّه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حيُّ يا قيُّوم وخُذ بناصيتهما للبرِّ والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إث والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ألِّف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سُبُل السلام ونجِّينا من الظُلُمات إلى النور وجنِّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارِك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذُرياتنا وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مُثنين بها عليك قابلين لها وأتمِمها علينا والحمد لله رب العالمين وصلاةً وسلامًا على خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة